السواحل التونسية كانت مرة أخرى على موعد مع واحدة من مآسي الهجرة غير النظامية قارب يقل سبعة عشر مهاجراً غرق قبالة سواحل بنزرت شمالي البلاد كان متجهاً نحو الأراضي الإيطالية أنقضت السلطات بعضهم وانتشرت جثث البعض الآخر وأخرون ما زالوا في عداد المفقودين يقول خفر السواحل التونسي إن كل من كانوا على القارب تونسيون ومن أبناء المنطقة تحديداً هي واحدة من عشرات المآسي التي تتكرر في تونس خاصة في الآوينة الأخيرة مع زيادة وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا صوب إيطاليا في رحلات محفوفة بالمخاطر لعبور البحر الأبيض المتوسط الشهر الماضي انتشل خفر السواحل التونسي جثث عدد من المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل المهدية وقالت السلطات إن الجثث التي تم العثور عليها تحللت جميعها أمر يشير إلى أنها كانت في البحر لفترة طويلة كثير من المهاجرين الذين ينطلقون من السواحل التونسية من جنسية تونسية لكن من بينهم أيضاً من جنسيات أخرى بعضهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء وتواجه تونس صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين أو إنقاذهم بسبب طول سواحلها ونقص الإمكانات خاصة مع تزايد موجات الهجرة انطلاقاً من عدد من دول تقع جنوب الصحراء باتجاه السواحل الإيطالية عبر السواحل التونسية أو الليبية ومما زاد من تحقيد المشهد الوضع الأمني في غرب ليبيا وانتشار الميليشيات المسلحة وشبكات تعمل في تهريب المهاجرين لكن السلطات التونسية تؤكد أنها تبدل قصار جهدها لاعتراض وإنقاذ المهاجرين